عشان كده قلني يا جماعة كويس قوي أن الاتحاد الأفريقي كان يعتمد لنا ملعبين أستاذ القاهرة وأستاذ برج العرب نسعى سريعا إلى استضافة المباراة أو إعادة المباراة إلى أستاذ القاهرة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مشكورا بحس سياسي أيضا وبمسؤولية رياضية عن أهمية المباراة ظروف التوقيت الكلام مهم عن نقل المباراة طبعا لازم نكون دعمين النهاردة زي ما حاك قلت 8 نوفمبر كان أول مباراة مع مالي كابتن شاو إن أرض عمل احتفالية كده صغيرة الزكرة دي حاجة سعيدة لكن إحنا بداية المنتخبات النهاردة المنتخب الأولمبي وطبعا يعني بنزف خبر يعني كويس جدا إحنا عندنا المنتخب الأولمبي هي قابل منتخب البرازيل الأولمبي المطعم بمحترفين وأيضا منتخب كوريا 12 و 17 إن شاء الله يكون على أرض الأستاذ بالإضافة طبعا إلى مباراة توجه للفريق الكبير فمنتخباتنا يعني كل المصريين بقى يعني وراء منتخباتنا وكمان إن شاء الله عندنا نهائي الأهل والزمالك وده حدث كبير جدا وإن شاء الله إن 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 شاء الله يكون في القاهرة يكونش في حتة تانية بإذن الله وعلى أستاذ القاهرة يعني ويعني الحالة الرياضية تدوب تاني من هنا وكل يوم بنقول لجماهير مصر الحبيبة لأهل والزمالك يعني إحنا ننبس بقى التعصب ونشجع مصر منتخبات ونشجع مصر أهل وزمالك إحنا نهاية أفريقيا أول مرة تحصل أن الفرقتين يكونوا في النهائي فدي حاجة كبيرة جدا تورياني لو كلمنا عن أزمة تانية زمالك حالك شايف الموقف النهائي الأزمة تانية زمالك إزاي ولا يؤثر على فريق الزمالك في أنبارة القدمة من الأهل أو لا يعني مرارا وتكرارا قلنا الأندية والكائنات يعني إحنا مع كل الكائنات الرضاية أما الأجراءات التانية دي إجراءات قانونية إحنا بنشوفها الأجراءات التفتيش وأكيد كل حاجة بوقتها في الكرارات اللجان التفتيش على الأندية هل هتزال مستمرة أم لا ده برنامج هيفضل على طول طول السنة مش هنوقفه باستمرار يعني ده دورنا الحكومي ودور الوزارة هنعمله باستفاة مستمرة بنفس الموديلنج يعني بنعمل موديلنج يعني ده الأول مرة يتعمل فبالتالي إحنا وجهز المركز المحزبات تضمونا وأيضا مع النيابة العامة مع الأجهزة الرقبية الأخرى يكون في استمرار لهذا العمل من خلال الوزارة ده كلام مهم جدا من الدكتور أشرف صبح وفي نقطتين النقطة الأولى خاصة بالمباراة وأكد إنه إن شاء الله المباراة في استاذ القاهرة وإن شاء الله تقام في العاصمة وما بقاش فيه أي مشكلة خالص ولا أي تخوفات من ظروف الأمطار في الفترة بتاعة النهاية ده كلام رائع جدا بنحقيه عليه وبنشكر كل الجهود اللي راحب في هذا الاتجاه لأنه فعلا الكلام على إقامة المباراة نهاية أفريقيا والناس كلها بتتفرج وإحنا بنقول إن دي فرصة تاريخية والأهل والزمالك في النهاية لما نخطها تحت ظروف الإعثار والنواة تبقى إحنا فعلا بنراهن على حاجة صعبة قوي